للمتاجرين السياسيين وأقول للمتاجرين السياسيين تعرف تدرون سمعتوا عن قصة قارون رح تقول لي المتاجرين السياسي شك قصة قارون قارون كان من قوم موسى والله سبحانه وتعالى عطال كنوز حتى لمفاتيح حجرات الكنوز وغرف الكنوز كان يصعب نحملها لكن قارون شه اللي صار فيه بغة وتكبر على قومه وصار يقول أنا عم الأعمام أنا أغنى أغنياء مصر والعالم ووصل به التكبر أن ظلم واغتصى بالأراضي وسرق أموال الفقراء وكثر فساده وأصبح يعطي الأموال وينفق الأموال في الشهوات ووصل به الغرور عندما قاله في الآية الكريمة إنما أوتيته على علم عندي صدق الله العظيم ونسى الحبيب أنه من أنعم علي من النعم الكذو والكنوز هو الله سبحانه وتعالى وأصاب الكبر والغرور وأصبح يتقد أنه لا شبير ولا عمل له وبدأ يخرج على قومه بكامل زينته متكبر وصاروا الناس يتمنون ثراء قصور قارون فجاء العقاب نتيجة الغرور والكبرياء والعظمة والظلم والإحساس أن هذا قارون بأنه مخلد من الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض صدق الله العظيم فانتهى قارون في لحظات انتهى قارون أغنى أغنياء الأرض مع ثرواته في لحظات صاره أصبح منسية وعبرة لكل المغرورين وكل من يعتقدون أنهم بأموالهم وبقوتهم السياسية القريبة من أصحاب القراءة سيخلدون وأنهم أعمام تراهم تراكم مخطئون والله العظيم ستنتهون في لحظة ولازم تعرفون كلكم زائل ومحد مخلد والكل يعلم أن قارون كان قريب من عصبة ذاك الوقت فرعون وهامان فأصابه الغرور واستفاد من كرسي في كسب الثروات ونشر الظلم في النهاية كل من يقبض وأقول أنهما بهب مهما بلغ الثروات ثروات المتاجرين بالسياسة ترى في النهاية تثلون في حفرة يا لكم الدود يا كلكم الدود لذلك لا يبقى للعمل الصالح وأقول للمتصارعين السياسيين المتصارعين على الكراسي ومن يكسبون أموالهم بالمتاجرة السياسية وبالجنبوزة وبالشد راح تحاسبون وراح تنتهون راح يلمني حاسبكم في ذاك الوقت هو الله سبحانه ملك الملوك خلونا نتعذ من قصة قارون يا المتاجرين السياسيين يدعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال أعزاء المشاهدين